مجلس الأمنام مفد بمناسبة صدور قرار مجلس أمنا جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية بمنح جلالته شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا لدور جلالته في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وقر المجلس إطلاق وسام الملك حمد للتعايش السلمي حيث صرح معالي رئيس المجلس بأن المركز يفخر بإطلاق وسام الملك حمد للتعايش السلمي الذي سيكون بمثابة وسام استثنائي لتكريم خيرة الشخصيات والمنظمات العالمية الداعمة للقيم الإنسانية النبيلة التي تثبناها مملكة البحرين منذ مئات السنين ووصلت دروتها في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى لافتن إلى أن الوسامة سيسم في زيادة الوعي الإقليمي والعالمي بأهمية احترام الأديان وتقبل الآخر لتحقيق السلام والوئام بين مختلف الشعوب والمجتمعات ترجمة نانسي قنقر